حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونساب من أن الاضطراب في التعليم في العالم بسبب جائحة كورونا مؤكدة أهمية إعادة بناء الصحة العقلية والبدنية للأطفال وذكرت اليونساب أنه في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط جعل إغلاق المدارس ما يصل إلى 70% من أطفال في سن العشر السنوات غير قادرين على كراءة أو فهم نص بسيط وهو ارتفاع من 53% في فترة ما قبل الجائحة اشتركوا في القناة